هناك من يطعن في السنة وكتب الصحيحي نرجو منكم الرد عليهم حتى يتنبه الناس لذلك وجزاكم الله خيرا وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن يتبين للناس ما يزل إليهم وقال الله جل وعلا في القرآن وما أتاكم الرسول فقلوه وما نعاكم عنه وانته قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة فالقرآن أمر باتباع السنة تلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن تبين القرآن وتوضح وتدل عليه القرآن فيه أمور مجملة بيانتها السنة مثلا الله أمر بالصلاة بالقرآن لكن هل بيان عدد الصلوات عدد الركعات من الذي بيناه؟ السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيناه؟ الزكاة أمر الله بالزكاة في القرآن وآته الزكاة لكن هل في القرآن بيان شروط وجوب الزكاة؟ مضي الحول بلوغ النصاب تفصيل ما تجد به الزكاة من النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة ما هذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالسنة فالسنة توضح القرآن وتفسره وتفصل مجملة نعم أشتا الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين شكرا